السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم كالعادة اليوم ان شاء الله لدينا فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سنتطرقه لحصة التعبير الكتابي وسنقوم بتلخيص نص سردي ولكن قبل التلخيص هذا النص لدينا بعض المراحل سنقوم بها نشاركه معكم نص سردي معاربة العالم نص الخبر السعيد المرجع المنير في اللغة العربية نبدأ على بركة الله اتهيئ اتذكروا ما ضار بين افراد اسرة عمر في نص الخبر السعيد مجموعة من الاحداث ضارت بين افراد اسرة عمر في نص الخبر السعيد اهم الاحداث الوريدة اخبار عمر افراد الاسرة بالسفر الى ارض الوطن فرح افراد الاسرة وابتهاجهم بالخبر السعيد استرجاع عمر لذكريات رحلته الاولى الى ارض المهجر ذكر الميادين التي اشتغل فيها المغاربة مساهمة مساهمة مغاربة العالم اهم الاحداث الوريدة في نص الخبر السعيد اهم الاحداث الوريدة في نص الخبر السعيد اخبار اخبار نص الوظيفي الخبر السعيد قراءة فاحصة لألخصه هنا يجب العودة إلى نص الخبر السعيد ونقرأه قراءة جيدة وفاحصة لنستطيع تلخصه بسهولة أستعين بما يأتي لإنجاز المطلوب إذن نستخرج لحدث الرئيس نستخرج لحدث الأساس لكل فقرة نحدد كلمات المفاتيح في كل فقرة وأختار الروابط المناسبة إذن ما هو الحدث الرئيس في النص إذن الحدث الرئيس للنص هو فرح الأسرة وبتهاجها إذن الحدث الرئيس للنص فرح الأسرة وبتهاجها الحدث الأساس لكل فقرة إذن بالنسبة للفقرة الأولى أعيد استخرج الحدث الرئيس للنص إذن الحدث الرئيس للنص هو فرح الأسرة وابتهاجها بعد سماعها خبر قضاء العطلة في أرض الوطن واسترجاع ذكريات الهجرة ودور المهاجرين في تنمية بلادهم أن نخد مرحلة بمرحلة إذن الحدث الرئيس بداية الحدث الرئيس للنص هو فرح الأسرة وابتهاجها بعد سماعها خبر قضاء العطلة في أرض الوطن واسترجاع ذكريات الهجرة ودور المهاجرين في تنمية بلادهم إذن هذا هو الحدث الرئيس بالنسبة الحدث الأساس لكل فقرة كل فقرة عندها حدث أساس رجعوا للنص إذن شحن الفقرة عندنا عندنا مجموعة دي الفقرات ولكل فقرة حدث أساس إذن بالنسبة الحدث الأول عودة عمر إلى البيت وإخبار فرد الأسرة بقضاء العطلة بالمغرب الحدث الثاني فرح الأسرة بهذا الخبر السعيد الحدث الثالث استرجاع عمر لذكريات الهجرة الأولى لأرض المهجر الحدث الرابع حوار الأسرة حول تطور أعداد المهاجرين الحدث الأخير تحدث الأم عن دور مغاربة العالم في تنمية بلدهم والتعريف به إذن هذه الأحداث الأهم الأحداث الواردة في نص الخبر السعيد لكل فقرة بالنسبة الكلمات المفاتيح عندي مجموعة هذه الكلمات المفاتيح في كل فقرة إذن عودة عمر نقله خبر قضاء العطلة ابتهاج استرجاع الذكريات تطور أعداد المهاجرين أهمية مغاربة العالم إذن هذه الكلامات المفتاح في النص إذن عودة عمر نقله خبر قضاء العطلة ابتهاجه استرجاع الذكريات تطور أعداد المهاجرين أهمية مغاربة العالم بالنسبة للروابط المناسبة إن شاء الله اللي غادي نختاره لأجل تلخيص النص إذن أدوءة الرب الفاء الواو ثم كذلك وأخيرا إذن الفاء الواو ثم كذلك وأخيرا إذن أنجز أستعينه بما خططت له في هنا كنستعده لكتابة الملخص أستعينه بما خططت له يعني كل ما قمنا بالتخطيط له في الحصة السابقة وأعدل ما يحتاجه إلى التعديل بمساعد صديقي أو صديقتي وأكتبه مسودة ألخصه فيها النص السردي بتوظيف ما تعلمته إذن إذن هذي نقومو بتلخيص هذا النص السردي هنا هذه الحصة الثانية لهذا التعبير الكتاب إذن يتحدث لنا النص عن عودة عمر إلى المنزل ونقله لخبر قضاء العطلة بالمغرب لأفراد أسرته فاستقبل أفراد الأسرة هذا الخبر بفرح وسرور بعد ذلك استرجع عمر بكريات هجرته الأولى لأرض المهجر وكذلك حواره حول تطور أعداد المهاجرين كذلك والبلدان المستقبلة أخيرا تحدث تحدثت تحدث إذن تحدث الأم عن أهمية مغاربة العالم والدور الذي يلعبونه في تنمية بلدهم والتعريف به إذن هذا واحد تلخيص مسودة يمكن لكم تخذوا به أو لا تقومون بتلخيص ديالكم وتستعنوا بهذا اللي كنقدم لكم إذن يتحدث لنا النص عن عودة عمر إلى المنزل ونقله لخبر قضاء العطلة في المغرب لأفراد أسرته فاستقبل أفراد الأسرة هذا الخبر بفرح وسرور بعد ذلك استرجع عمر ذكريات هجرته الأولى لأرض المهجر وكذلك حواره حول تطور أعداد المهاجرين والبلدان المستقبلة أخيرا هنا مستقبلة أخيرا تحدث تحدث الأم عن أهمية مغاربة العالم والدور الذي يلعبونه في تنمية بلدهم وتعريف به نتمنى أن الفيديو دي اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة